لم يكن الواقع التعليمي المتردي في محافظة أبيان إلا بداية أمام قمر وزميلاتها لإطلاق مبادرتهن التعليمية المبادرة الشبابية التي جاءت في توقيت مناسب تهدف إلى النهوض بمستوى التلاميذ من خلال إنشاء مركز تعليمي أشبه بمدرسة ابتدائية يحاولن من خلاله اتباع أساليب وطرق تدريس جديدة نحن بدأنا يعني أحسينا بحاجة الطلاب يعني أقينا وصادفنا أن في طلاب ما يقدرواش بالصف السادس بمراحل متقدمة السادس والصف الثامن ما يقدرواش يكتبوش الكلمات ما يكتبوا الكلمات طيب كيف نسوي يعني لازم يواكب زملاء بالفصل لازم يكتب ويقرأ يعني ضعف عندنا فحبينا أن نبتدي بشوية يعني تقوية نسند المدرسة جنب إلى جنب عشان نرتقي بالتعليم يعني آخر شيء يسقط التعليم إذا سقط التعليم معاد خلاص إذا سقط التعليم يسقط كل شيء التعليم أساس كل شيء أبناء الطلاب لازم ينالوا حظهم الكافي في التعليم المركز التعليمي الذي بدأ كفكرة تراود الفتيات بعد إنهائهن دراستهن الجامعية حضي باهتمام واسع من قبل الأهالي في منطقة باتيس حيث شجعهن على تطوير نشاط المركز الذي تجاوز عدد الملتحقين به أكثر من مئة طالب وطالبة بعد نحو شهرين من الإنشاء كان الإقبال كثير علينا من المحيط فينا من الأهالي وقيراننا فأقدت عرض من الأهالي أن نحن نوسع الفكرة بما أن الإقبال علينا كثير وما صرنا نستوعب في بيتنا عدد الطلاب وخاصة أن الأهالي يلاقوا فرق ملحوظ وبسرعة في أطفالهم أساساً هدف المعهدين أو المركز اللي نحن قمنا أن نحن ندرس الطلاب بأساليب حديثة نحن نستخدم أساليب التعليم والنشط واستراتيجيات التعليم والنشط الحديثة بما يوازي التقدم الآن في العصر فدائماً نحن ما نربط التعلم باستراتيجيات حديثة ومتطورة على الرغم من مجانية التعليم في المركز يؤكد الأهالي أن طرق التدريس المتبعة فيه نجحت في الارتقاء بمستوى أبنائهم خصوصاً في ظل ضعف مخرجات التعليم وتعثر مكاتب التربية في المحافظة في إيجاد استراتيجيات خاصة للارتقاء بواقع العملية التعليمية كاستثمار الطاقات الشبابية واستغلالها بما يخدم جيلاً وجيداً في زمن انقلاب الميليشيات التي أصابت العملية التعليمية في مقتل لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيانو